انطلقت فعالية ورشة عمل في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف الاطلاع على تجربة بنك المعرفة المصري حضر هذه الورشة وفود من عشرين دولة عضو في اليونسكو ومنظمات دولية أخرى حيث تهدف اليونسكو لضقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري للدول الأعضاء بحضور وفود عشرين دولة من أعضاء منظمة اليونسكو انطلقت فعاليات ورشة عمل مشتركة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للاطلاع على تجربة بنك المعرفة المصري وتبادل الخبرات بين الجانبين بنك المعرفة بيستضيف أكتر من 43 عضو ممثلين لعشرين دولة من أوروبا وأسيا وأفريقيا والدولة العربية علشان يشاهدوا على أرض الواقع من خلال التجربة بتاعت بنك المعرفة ماذا تم تحقيقه بنك المعرفة هذه المبادرة الرئاسية اللي بدأت في 2016 بهدف نشر العلم والبحث العلمي والثقافة والمعرفة لكل المصريين كممثلة لمنظمة اليونسكو أود أن أشكر الحكومة المصرية على هذه التجربة الرائعة هذه التجربة عملت عليها منذ سنوات لتطوير العمليات التعليمية وأيضا لمواجهة أي التحديات نحن بالطبع لدينا مسئولية للتعامل مع تطور التكنولوجي لذا نحن سعداء نتواجد اليوم للحديث عن بنك المعرفة المصري الورش انطلقت وسط إشادات بمبادرة بنك المعرفة المصري والذي يوفر الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من ألف دور نشر دولية وإقليمية ومحلية بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الدولي نحن سعداء أن نكون هنا اليوم لكي نستفيد من التجربة المصرية في بنك المعرفة المصرية والذي يتوافق مع التعلم الرقمي وهنا يأتي دور منظمة اليونسكو لمساندة الدول في مجال التعليم سواء كان إلكترونيا أو في المدارس ومن خلال ورشة العمل اليوم سنستمع للتجربة المصرية وعما حققته من نجاح وما واجهته من تحديات لكي تستفيد الدول الأخرى وتستطيع أن توفر ملصات تعليمية مجانية سهل الأصول إليها لقد قمنا بالعديد من الخطوات لدعم التعليم الرقمي وبنك المعرفة المصرية هو أبرز الأمثلة نحن نعمل على تقديم كل الدعم لتوفير تعليم ذي مستوى عال ومصر لديها تجربة رائدة في دعم التحول الرقمي للعملية التعليمية وتدريب كل العناصر على هذا التحول وهذه تجربة مفيدة لكل الدول ويأتي إطلاق بنك المعرفة تنفيذا للتوجهات الرئاسية بهدف بناء مجتمع أكثر وعيا يكون قادرا على مواجهة تحدية القرن الحادي والعشرين للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر عشرين ثلاثين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري